اهلا ومرحبا بكم الى موجز احداث المساء على قناة الحدث الافريقي اطلقت اوربس ريل اي ستيت الفرع العقاري لمجموعة اوربس هولدين امس الخميس بالرباط في لقاء تواصلي تسويق مشروعها الجديد عالي الطراز هرهورا هيلز في هرهورا واكد مصطفى العلوي مدير القطب العقاري اوربس ريل اي ستيت في عرض قدمه بهذه المناسبة ان الامر يتعلق بمشروع ساحلي يمتد على واجهتين مختلفتين ويمنح اطلالة على البحر مع خيارات متنوعة من المساحات والمواقع اندلع حريق المساء الخميس بمستودع للغاز بمدينة المحمدية لم يخلف اية خسائر بشرية وتمكنت فرق التدخل مدعومة بعناصر تابعة لشركة مرصى المغرب وشركة ليدغ من السيطرة على الحريق في وقت وجيز دون تسجيل اية خسائر بشرية واوضحت السلطات المحلية انه تم احصاء اشتعال النيران في خمس شاحنات صهريجية من اصل سبعة كانت متواجدة بعين المكان بحمولة تمانية اطنان لكل واحدة منها وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة افادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بان قيمة صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته قد بلغت مئة بليار الدرهم عندما تم شهر اكتوبر الماضي بارتفاع بنسبة 63% مقابل 47.8% قبل سنة واوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نوانبر 2022 ان هذه الصادرات تجاوزت لاول مرة عتبت المئة مليار الدرهم مبرزة ان هذا الاداء يعزى الى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفات بنسبة 63.9% في الفوسفات الصخري بنسبة 56.1% مستفيدة بشكل خاص من تأثير الاسعار اكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير الخميس تسجيل 160 حالة اصابة ببكتيريا الشقيلة في تونس الى حد الان واوضح المسؤول في تصريح صحفي ان جل الحالات تماثلت للشفاء باستثناء حالة وفاة وحيدة الشهر الماضي تتعلق بطفلة تبلغ من العمر تمانية سنوات والتي كانت تعاني من مضاعفات صحية واضاف ان المصالح المختصة قامت بالتدقيق والتحليل في جميع الاصابات بالشقيلة التي تم تسجيلها بهدف التعرف على مصدرها الاساسي ان كان من ماء او من اطعمة ملوثة او غيرها مشيرا الى ان جميع نتائج كانت سلبية ولم يتم الى حد الان تحديد اسباب الاصابة التي لا تزال مجهولة وصل وفدون رسمي افواري امس الخميس الى باماكو لاجراء محادثات حول اطلاق سلاح 46 جنديا افواريا معتقلا منذ 10 يوليوز الماضي في مالي حيث طالب رؤساء الدول غرب افريقيا بالافراج عنهم قبل 1 يناير من السنة المقبلة وفقا لمصادر محلية وتم توقيف 49 جنديا افواريا في مالي في 10 يوليوز الماضي حيث وصفوا بالمرتزقة ووجهت لهم منتصف غشت 2022 تهموا بمحاولة تهديد الامن الخارجي للدولة اشتركوا في القناة